عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق علي قوله عاهدهم أي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقوله وهي راغبة أي طامعة في شيء تأخذه وهي على شركها عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقه أخرجه بن ماجة عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقه وما أطعمت ولدك فهو لك صدقه وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما أطعمت خادمك فهو لك صدقه أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أفتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر وفي رواية لمسلم فهل لي أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه قوله أفتلتت نفسها أي ماتت فجأة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها متفق عليه ترجمة نانسي قنقر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط متفق علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا متفق علي وفي رواية لمسلم ولا عاب علي شيئا قط قوله كيس عاقل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أونيس أذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله أخرجه مسلم قوله بقفاي مؤخر عنقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين متفق عليه قوله مشفوها كثرت عليه الأيدي وعن عيشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع أخرجه مسلم قوله مسترضع أي له من يرضعه وقوله ليدخن يبخر وقوله ضئره أبوه من الرضاعة وقوله قينا حدهدا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيفن القين وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون متفق عليه قوله القين الحداد وقوله يجود بنفسه يخرجها من جسده وقوله تذرفان تسيلان دمعا وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه متفق عليه قوله خدرها الخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرح رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته أعرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض منطرنا متفق علي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا متفق علي قوله يتخولنا يتعاهدنا وقوله السآمة الملالة عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة أخرجه البخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا أخرجه مسلم قوله المراء إنكار قراءة من القراءات السبع عن أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك أخرجه أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة أخرجه أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة أخرجه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإن أعجبه اسمه فريح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فريح ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة متفق علي قوله نمرقة أي وسادة صغيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سياراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق علي وفي رواية لأحمد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء قوله حلة إزارا ورداء وقوله سيراء حريرا صافيا وقوله فأطرتها أي قسمتها وقوله خمرا جمع خمار وهو ما يوضع على رأس المرأة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقل في تلك البقلة فبلغ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها أخرجه مسلم قوله لم نعد لم نتجاوز عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا متفق عليه واللفظ للبخاري قوله طروقا أي لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من السفر عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ثم رأاه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كريه الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا متفق علي قوله الخذف الرمي بالحصى من إصبعين وقوله ولا تنكأ عدو لا تكثر فيه الجراحة وقوله تفقأ العين تقلعها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل أخرجه مسلم قوله الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى وفي يده اليسرى بيض أو العكس عن خارد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرامني الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني متفق علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم قوله الحميم الشراب الحار أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطير أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان قوله الطير ما يتشاءم به عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير وفي رواية للبخاري شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي متفق علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهر وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك زاد البخاري في رواية وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم رواه البخاري قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس وقوله إيمانكم صلاتكم عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات يهلون لمنات فتحرجوا أن يتطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم متفق عليه قوله غسان اسم قبيلة وقوله لمنات اسم صنم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها متفق عليه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فادع الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة متفق عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر